السلام عليكم مشاهدين الكرام بعد أن طالبت بمحاسبته إلياس المالكي يستفز لطيفة رأفات والأخيرة ترد عليه. خرجت الديفة المغربية لطيفة رأفات عن صمتها وردت على المدعو إلياس المالكي الذي هاجمها ووصفها بخالة لطيفة بعد أن أقدمت على التعليق عما بدر منه من فعلين اتجاه الدين الإسلامي. وكتفت لطيفة إلياس ولدي أولا أنا ما كنعرفك ولا كنعرف حساباتك ولا قناتك يعني ما عنديش معك حساب شخصي باش نهاجمك أنا غلوم أي حد قام فعل مماثل لما قمتي به تابعة الديفة والسماح طلبه من رب العالمين ماشي مني أنا أنا عبده مثلك خطاء أو لنا أخطاء أنت من نوم الله عز وجل يسمح لنا واغفر لنا إذن السماح والعفو طلبه من خالقك ولدي طلب من الله يسمح لنا جميعا وتيق بأن الله غفور رحيم هذا وردت لطيفة بطريقة لبقى وسريسة على استهزاء المالكي قائلة للتذكير خالقك عندها 57 عام ماشي 80 حيث الله يطور ربي في عمري 80 عام عاد غادي ندخل السوشيال ميديا ويشار إلى أن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الشمائي استنكروا ما قام به المدعو إلياس المالكي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر